حزن وألم يلف الأسواق في ديالا والتي لم تتحسن الحركة الشرائية والإقبال فيها مع اقتراب عيد الفطر الأزمة الاقتصادية وفشل الإجراءات الحكومية بمعالجتها عمق معاناة المواطن والذي لم يستطع أن يلبي احتياجاته في ظل الارتفاع غير المسبوق بالأسعار وغياب الرقابة آلاف السيارات الطب بخانقين وتروح منها لا تخلي يروح البيض وشوف البيض يصير بالفين دينار دولار شوف الطريق يصير الكيلو ب13 دولار بس كده باي حكومة هي يعني بصراحة عاني بوساط القناعة بأن حكومة هي جاي تتعمل تصعد بها منافسات يعني بصراحة كلها على المئة وخمسين هذا المئة وخمسين لا أكو بيع شراء السوق كلها واقف الناس فكرهم بس على الأكل هذه الأزمة عمقت الهوة في المجتمع العراقي بين طبقة فقيرة لا تجد ما تسد به رمقها وبين أخرى محسوبة على الأحزاب السياسية تفعل ما تريد الشعب العراقي هسا 50% فكر منتهين 50% واللي عادراته بعايشين واللي هالمسؤولين والبرلمانيين هذول عايشين هم صارعين تجار على راس الشعب العلمك هذا التجارة بالعراق ديغ له هم المسؤولين البرلمانيين هم هذول صارعين تجار على راس هذا الشعب المسكين الثروات الموجودة في العراق هذا أيضا ملك الشعب ومن الضروري توزيعها بشكل عادل ليس تخصيصا لمجموعة لفئة معينة من أصحاب المليارديلات والمليونيرية بالبلد بانتظار بصيص أمل يخرجه من واقعه لا يزال المواطن العراقي يحصي خسائره في ظل أحزاب سياسية جرم معها كل الحلول لكنها مصرة على استنزاف ما تبقى من خيرات البلاد ومحاصرته بوسائل أقسى مخافة ارتفاع صوته من جديد